بسم الله الرحمن الرحيم مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رموز وأفكار إذا عاد جامعة الخرطوم صوت العلم والمعرفة على الموجة FM 93.3 ونتشرف في هذه الحلقة باستضافة البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن مدير جامعة الخرطوم الأسبق فأهلا ومرحبا به البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن الأستاذ الجامعي والحجة الكبير بجامعة الخرطوم وعالم الفيزياء المعروف في الأوساط العلمية والبحثية ويشار إليه بالبنان داخل السودان وخارجه التحق بجامعة الخرطوم كلية العلوم وواصل تعليمه العالي فحصل على درجة البكلاريوس والماجستير والدكتورة جميعا من جامعات بريطانية عريق عرفته جامعة الخرطوم سازا نابها تخرج على يديه سلة من طلاب الدراسات العليا والدراسات الجامعية في الفيزياء بل وامتد عطائه للتدريس في كليات العلوم الرياضية وكلية الهندسة أسرى مجالس الجامعة الإدارية والأكاديمية بمداخلاته القيمة وآرائه النيرة وأفكاره المتقدمة وحكمته العميقة في كل ما يطرح عليها من قضايا ووضعات فكان متحدثا حصيفا لبغ النال احترام زملائه وإعجابه شغل مناصب قيادية رفيعة في إدارة الجامعة حتى تبوأ مقعد مدير الجامعة فأدارها بحكمة واختدار لما توافر له من تجارب ودربة استطاع إيبان توليه إدارة الجامعة التواصل بناء مع الطلاب فأعاد اتحادهم ومنحهم الفرصة في المشاركة في إدارة شونية وكلفت في إدارة الجامعة الحالية بمواصلة جهده في إعادة الاتحاد مرة أخرى بعد فترة انقطاع عبر فعاليات الحوار الطلابي فرمى حجرا كبيرا في بركة ساكنة بروفيسر عبد الملك محمد عبد الرحمن تعددت نشاطاته وإسهاماته في الجامعة مترئسا ندوة كتاب الشهر فأحدث بذلك حراكا فكريا وثقافيا بمعهد الدراسات الأفريقية والأسيوية ثم اتجه نحو محهد البروفيسر عبد الله الطيب للغة العربية منتظم في نشاطه الأدبي وتسجى لدرجة الدكتورات في اللغة العربية فارتاد ساحة جديدة بروفيسر عبد الملك أهلا وسهلا ومرحبا بك شكرا أستاذ محمد القاسم نبدأ حديثنا إن شاء الله بالبيئة التي نشأت فيها وتأثيراتها عليك وكما جاء في سيرتك الذاتية والدكم كان قاضيا شرعيا وبالطبع أثرت شخصيته في تكوينك الروحي والشخصي نعم والذي كان قاضيا شرعيا تخرج في معهد درمان العلمي كقاضي أو كموظف حكومي كان عليه ينقل من مكاني إلى آخر في مرحلة الدراسة الأولية ساعدت بأن تابعته وتابعته حتى اطلعت على أماكن وزرت أماكن كثيرة جدا في جميع أنحاء السودان وأعتقد أن هذه التجربة كانت مفيدة جدا ربما كانت أكاديميا في المرحلة الددائية فيها بعض المتاعب لأنه لا تلبث أن تظل سنة أو أكثر من سنة بقليل حتى ينقل والدك وتضطر إلى أن تذهب إلى مدرسة أخرى بعد ذلك في المرحلة المتوسطة قضيت كل طاعة المرحلة المتوسطة في مدينة كسلة كطالب داخلي كان عمري أكثر من العاشرة بقليل تلك كانت تجربة ثرة جدا لأنه بعد ذلك ذهبت إلى مدرسة حنتوبة الثانوية لكن الدراسة كطالب داخلي كانت دراسة مفيدة جدا من ناحية التربوية وعلمتني الكثير فهي تجربة أنظر لها بكثير من الاعتزاز والفخر صعب درمينك كما تحضلت أنك تنقلت مع والدك إلى عدة مدن سودانية في شمال السودان وفي وسطه وفي شرقه من ناحية بتاع الجغرافيا ومن ناحية المتماع هل ترى كذلك أثرا في تكوينك الثقافي والاجتماعي باختلافك على المدن المختلفة التي عشت فيها؟ نعم بتأكيد هذا أثر في التكوين الثقافي السودان بلد واسع أصراف وثقافات متعددة وحيثما ذهبت إلى جهة من الجهاز ستجد نوع من الثقاف المبنية على حضارات قديمة فهذا أمر مشوق للغاية وكنت حريصا في ذلك الوقت أنا أتعلم من هذه التجارب كل ساعة في تكويني على أساس أن يكون عندي نظرة شاملة للاستطيع أن يسميه الحضارة السودانية بكل فروعها وتاريخها الضارب في أعماق التاريخ كانت تجارب مفيدة جدا رجل عبد الملك بعد كسلة الوسطى انتقلت إلى مدرسة حنتوبة الثانوية وطبعا في تلك الفترة نشطت التيارات الفكرية والأحزاب السياسية خاصة في الوسط الطلابي إلى أي انتميت فكريا وسياسيا وكيف كانت المدارس في ذلك الوقت حنتوبة الثانوية كما تفضلت كانت هناك أحزاب أو دارس فكرية متعددة كنت عضوا بالاتياح الإسلامي كانت فترة سرية جدا لماذا؟ لأن التنافس بين الأحزاب السياسية في المدارسة الثانية في ذلك الوقت كان قائما على أساس الفكر وليس على أي أساس آخر الأحزاب السياسية سيما كانت تجاه الإسلامي أو الجفة الغراطية كلهم كانوا يعتزون كثيرا بأن يضموا إلى كوادرهم وإلى عضويتهم أولا المتميزين أكاديميا المهتمين بالفكر وكانوا يتباهون كثيرا بالذين يكون لهم اهتمام بالقضايا الفكرية وكانت هناك ندوات تقام بصورة راتبة لمناقشة القضايا الفكرية وتولد عن كل ذلك أن العلاقات بين الطلاب كانت علاقات طيبة جدا وعلاقات حميمة بالرغم من الاختلافات الفكرية وهذا في رأيه هو المطلوب في كل الأعوال أن هذه الناحية كانت جميلة جدا أعتقد في المدارس الثانوية في وقتها ممكن النشاط اللاصفي الذي أشرته إليه كان كثيف والطلاب كان يشاركوا فيه وكذا إلى أي مدى النشاط اللاصفي يكمل العملية التعليمية لاستكمال شخصية الطالب نعم النشاط اللاصفي أولا كما ذكرت كان يتصدى له يباشره للأساس الطلاب المتميزين في المدرسة أنا أعطيك مثال مثلا اتحاد الطلاب في المدارس الثانوية أو في مدارسة حنتوبة الثانوية بالذات كان يتم اختيار أعضاؤه من طلاب السنة الأخيرة السنة الرابعة كان بالتمثيل النسبي كانت تنظيمات السياسية تحرص أن تطلب من أعضائها بصورة يعني آمرة أن يجلسوا لامتحانات شهادة أكسورت والخرطوم في كامبوني حتى يحصل عليها وتلك كانت شهادة صعبة جدا خصوصا في اللغة الإنجليزية وغلبيت هؤلاء كانوا يحصلون على هذه الشهادة ويتؤهلوا الدخول لجامعة الخرطوم ثم يأتون في السنة الرابعة يطلب منهم أن يفعلوا ذلك في الإجازة الصيفية بين السنة الثالثة والسنة الرابعة ثم يأتون إلى المدرسة ويدخلوا في الاتحاد حتى إذا كان هناك طاري نتج عنهم فصلهم من الدراسة لن يتعثروا بل يقدموا لجامعة الخرطوم في السنة التي يتليها فكان هناك هذا الاهتمام بالمتميزين اهتمام شديد جدا فضل عن ذلك الصحف الحيطية كانت في صحف حيطية للتنظيمات السياسية وهي صحف باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية وأنا دائما أتذكر بنوع من الاستزاز اتجاه الإسلامي كان عنده صحيفة باللغة الإنجليزية في مرة من المرات رئيس التحرير ترك المدرسة وانضم إلى جامعة الخرطوم وكان يتعين عن اتجاه الإسلامي يعني يعين رئيس التحرير الجديد فذكر أحدهم أن هناك طالب في السنة الأولى متميز في اللغة الإنجليزية سواء كان في العذب الإنجليزية أو في اللغة درس اللغة الإنجليزية من أربع سنوات فقط عليكم أن تعينوا رئيسا لتحرير قلنا من هو؟ أذكر اسم الطالب أذكروا لي الآن اسمه الصادق محمد عبدالله الوالي محمد عبدالله الوالي والده كان سكرتير الاتحاد المزارع الجزيرة في ذلك الوقت تمت مقابلة الطالب وعين في الواقع رئيسا لتحرير الصحيفة لكن مع الأسف عاجلته المنية في الإجازة الصيفية عندما غرق في النيل في قريةه في فداسي وهذا يعطيك فكرة عن هذه العلاقة الحميمة بين السياسة والفكر والتميز الأكاديمي لذلك كانت القضايا الأكاديمية تجد رعاية خاصة واهتمام شديد لهذه الصحفة الحائطية بروفيسور عبدالله المسرح المدرسي كيف كان في حنتو في ذلك الوقت؟ هل يعطى النشاط الفكري والنشاط السياسي على النشاط الثقافي والمسرح على وجه الحصوص والأدبي والفني؟ ذلك كان أيضا نشاطا ثرا كان هناك مسرح وكانت هناك مسرحيات تقدم بانتظام وأذكر جيدا أني شاركت في واحدة من هذه المسرحيات وهي مسرحية معروفة للقارئة السوداني هي للأستاذ الهادي آدم الذي كان مستاذا في مدرس حنتوبة ثانوية أنا سعاد شاركت في هذه المسرحية ولكن هذا أيضا كان نشاط متصل ومتواصل وعلى مستوى رفيع وأيضا كان هناك منسبات ومسابقات للقاء خطاوة سواء كان على مستوى اللغة العربية أو على مستوى اللغة الإنجليزية وكان الطلاب يتدافعون الاشتراك فيها وكانوا يقدمون أيضا عملا متميزا فكل هذه الأشياء هي جزء من العملية التربوية الصحية ومكملة للنشاط الأكاديمي وهي تدخل في إطار الإعداد السليم للطالب الحقيقة الإنجليز صمموا هذه المدارس بذات المدارس الثلاثة الكبيرة خور طاقة والسيدنا وحانتو على نمط ويسمى بال public schools المدارس يعني كانت مستوى رفيع وكانوا يهتمون جدا بهذه الأشياء يعني التجربة السيدانية تبنت على أساس التجربة البريطانية على أكتاف التجربة البريطانية هل طلحت عليها التجربة البريطانية في المدارس؟ نعم لذلك عندما ذهبنا إلى بريطانيا من السنة الثانية في كلية العلوم كنا في الداخليات وبالنسبة لنا كان كل ما يمارس وكل ما يتبع في هذه الداخليات يعني أمر بالنسبة لنا قديم ومعروف لأنه تجربنا عليه في المدارس الثانوية ومثلا البطر الرئيسة يأتي فيها مشرفة الداخلية الداخليات البريطانية في الحدتوب كان إدارة المدرسة تحضر وعليك أن تأتي في زمن معين وعليك أن تأخر بساً لوجبة الغداء إذا تأخرت عليك أن تذهب وتأتي وتعتزر أولاً الذين يجسون على المنصة إدارة المدرسة فذي كلها بالنسبة لنا كانت أشياء يعني ليست بالجديدة لأننا تعودنا عليها هو الغرض خلق نوع من الانطباط ودعنا أعتقد مهم يا ترى هل الفلسفة الاستعمارية من المدارس الثلاثة هل كانت تهدف إلى تخريج نخب بمواصفات معينة حتى إذا حدثت الاستغلال أو حصلت سودنة الناس على النمط البريطاني في نموذج يحتزى به ربما هي بالضرورة في النهاية ستنتهي إلى أعداد كوادر لها مواصفات معينة تعتبر إلى درية ما امتداد للكوادر البريطانية لكن في الواقع هذا لا يعني أنها ستكون تابعة أو ذليلة للسياسات البريطانية الإنجليز لم يمكثوا في السودان زمناً طويلاً مقارنة بالزمن الذي قضوه في مكان مثل الهند الهند إذا طبعت بهذه الطباع إلى درية بعيدة لأن الإنجليز مكثوا هناك زمناً طويلاً نعم ولكن الفائدة أعتقد كانت فائدة كبيرة الهند من البداية بالرغم من التنوع والاختلافات الموجودة سواء كانت عراقية إثنية وسياسية استطاعت أن تلملم أطرافها وإجلس الأساس الهند ويخططوا لدولة هي الآن مصافة دولة العظمى تكاد تكون دولة عظمى فهي مفيدة من هذه الناحية لأننا أقول بصورة عامة موضوع المضباط شيء مهم جداً في التربية لأنه يجب أن يكون الشخص منضبط براسل عبد الملك انخراط الطلاب في العمل السياسي الباكر في تلك الفترة هل جعل النخب الذين تخرج من المدارس العليا والمدارس الثانوية وتخرج من الجامعات ينخرط في العمل السياسي ويتراجع العمل الفكري ويتراجع العمل التنموهي والعمل الآخر هو العمل السياسي الذي لا يعتبد على أسس وخلفيات فكرية أنا أفكر ما بيكون عمل وفي الماضي العمل السياسي كان يرتكز هذه المرتكزات وهذه المرتكزات الفكرية لذلك كان عملاً ناضياً لكن العمل السياسي الذي يفتقر إلى المرجعات الفكرية لن يكون عملاً ناضياً وسيكون لحد بعيد عملاً غوائياً لا يفيد صاحبه ولا يفيد الآخرين ويقين لا يفيد الجامعة نفسها والمدارس نفسها فرس عبد الملك اجتحقت بكلية العلوم بجامعة الخرطوم ثم بعد قليل ذهبت إلى بريطانيا فحصلت على درجة البكالاريوس من هناك من جامعة نيو كاسل ثم درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة ليبربول وجامعة كيمبريتش وهي الجامعات بريطانية العريقة كيف أسرت البيئة الجامعية البريطانية في تكوينك المهني والعلم البيئة الأكاديمية البريطانية كما ذكرت لم تكن تختلف كثيراً عن تلك البيئة التي كانت موجودة في المدارس الثانوية الكبرى وفي جامعة الخرطوم في ذلك الوقت الطلاب السودانيين لم يجدوا غربة في هذا الأمر مقارنة بطلاب آخرين يأتون من المنطقة كانوا مدربين تماماً وطبعاً كان مستوى في اللغة الإنجليزية مستوى جيد خلفية في اللغة الإنجليزية كانت جيدة في المدارس الثانوية وفي اللغة العربية أيضاً كانت جيدة وكان ينظر إليهم بكثير من الاحترام حتى بين زملائهم الطلاب العرب الطلاب وجمعيات العربية في تلك الجامعات كانت تعاني من انشقاقات كثيرة واختلافات بين وضائها لكن دائماً كانوا هناك السودانيين الذين يجعون إليهم لحسب الأمور ويحترمون رأيهم احتراماً كبيراً الخلفية بتاعت الطلاب السودانيين كانت مفيدة لهم بالنسبة للبيئة البريطانية جامعة الخرطومة يستفى ممكن زي سنتين بعد ذلك واصلت أولى حفظ ذلك كيف وجدت الجامعة قبل أن تسهب إلى بريطانيا؟ الجامعة الخطوب طبعاً كانت لها مكانة عظيمة وهي إن تراجعت الآن إلا بمغدوري أن تعود إلى سيرتها الأولى كثير من قدامة الأساس الذين درسوا جامعة الخرطوم يعلمون ذلك تماماً ويشعرون بكثير من الامتنان والعرفان لهذه الجامعة أنا كاد أجزب على أنه كثير من الأساس الذين يلزمون أماكنهم الآن في الجامعة إنما يفعلون ذلك أساساً بشعورهم امتنان لهذه الجامعة يعني أنا أعطيك مثال أنا عندما ابتعثت جابت مع والدي ووالدتي المطار للسفر لبريطانيا أتى السكرتير الأكاديمي الأستاذ حامدتو يودعينا رحمة الله علي كان هذا ديداً وكان هذا طبعاً وحتى وجدني أن الأول مرة كنت ألبس بدلة كاملة وربطة عق فلحق على أني لما أنجز ربطة العق بالطريقة التي يجب أن تنجز بها حتى أربط مرة أخرى والدي يعني كان يبتسيمه وبقول له يعني هذه أول مرة ابنني يعني حتى يركب طائرة كانت مناسبة كبيرة يعني هذه هي جامعة الخرطون بالنسبة لأنا هذه هي جامعة الخرطون بالنسبة لأنا بروش عبد الملكة أكيد منذ حنتوبة الثانوية درست على أيدي أساس بريطانيين ثم في جامعة الخرطون في كلية العلوم إلى أي مدى تأثرت بالأساس البريطانيين في ذلك الوقت كما ذكرت كان تأثير كبير لكن أنا أحرص دائماً على أنه أيضاً امتداد لتأثير الأساس السودانيين الذين تدربوا على عيد البريطانيين ما كان في فرق كبير من هذه النحية لم يكن تأثيراً وافداً جديداً وأنهما امتداد لتأثير الأساس البريطانيين والأساس المصريين والهنود في المدارس الثانوية وفي جامعة الخرطون في السنة الأولى والسنة الثانية وأخيراً في البيئة البريطانية نفسها كان تأثيراً طبعاً واضح كنا نقابل بكثير من الأشعور الطيب يعني أنا أذكر على أنه في أول سنة لي في جامعة نيوكاسل والتخص كان تخصاً بارداً وغارساً تجربة جديدة يعني لم نعرفها كنت في جلسة من جلسات ما يسمى بالتويتوريالس حل المسائل أستاذ الإنجليزي كان بروفيسور كان يمر على الطلاب حاول أن يساعدهم أنا الحقيقة نديت عليه وذكرت له أن هذه المسألة رغم أربعة أجد فيها صعوبة فقال لي دعك من المسألة رغم أربعة الآن كيف تجد نفسك في بريطانيا؟ هل كل شيء بالنسبة لك مريح؟ هل كونت صداقات مع الطلاب الإنجليز؟ هل هناك أي شيء تشكو منهم؟ أعجبني ذلك كثيراً أعجبني هذا الاهتمام كثيراً وأعجبته بأني الحمد لله سعيد وليست هناك أي مناقصات لحياتي في بريطانيا قال لي سأتيك بعد قليل لا أنظر في هذه المسألة سأذهب لذلك الطالب ولكن بعد أن ذهب هذا الشعور الطيب ولد في نفسي القدرة على حال المسألة عندما أتى قلت لغة توكنتم من حال المسألة هذا الشيء جميل هذه الرعاية والاحترام للطلاب أنا أعتقد من أهم الأشياء التي تعلمتها من الأساتس البريطانيين وهذا الشيء مهم جداً احترام الطلاب واحترام آرائهم وتقديرهم وتوطيهم علاقة وثيقة بينك وبين الطلاب هذه الأشياء كانت معيناً كبيراً لي في مقبل الأيام خصوصاً عندما تقلت إدارة جامعة خرطون من السبعية الأفاضل نخرج في فاصل قصير ثم نعود رفض عبد الملك عدت من البحثة الدراسية بعد حصولها على درجة الدكتورة وعرت إلى جامعة الملك سعود ثم عدت إلى جامعة خرطون وحصلت على درجة الأستاذية في علم الفيزياء أين تضع جامعة خرطون بالنظر إلى مسيلاتها في بريطانيا والسعودية نعم الحقيقة العودة لم تكن مباشرة لأن جامعة الخرطون استأذنتها في أن أقضي في فترة مع بعض الدكتورة في جامعة كيمبرج فأذنت لي بذلك مباشرة وشجعتني على ذلك وبالمناسبة بعثات جامعة الخرطون كانت أفضل من البعثات التي تقدمها أجهات أخرى لذلك الطلاب كان يحرصون على بعثات الجامعة بعد عودتي طبعاً انتظمت بقسم الفيزياء قابلت رئيس القسم نسم الفيزياء كان يكتز بلاساتزة من جميع الجنسيات وكان به علماء كبار من السودانيين مثال البروفيسور محلو يبيطا والبروفيسور محمد عبد الكريم أحمد البروفيسور محمد عبد الكريم هو الذي استقبلني وقال لي أن تعينك لن يتم تلقائياً هناك فترة يعني ينظر فيها في أمرك أنا أطلب منك أن تستضيف أستازاً من قدام الأساتزة في واحدة من مقرراتك حتى يعطينا تقرير عن مقدرتك على التدريس ففعلت وأت الأستاذ وأجلس جميع محاضرات المقررة في الصفوف الخلفية ثم بعد مدة أعطى تقرير على أساس كل هذا وغير هذا تم تثبيتي في الجامعة إذن هذه الممارسات كانت معروفة عن جامعة الخرطوم هذا الاهتمام بالمستويات الأكاديمية والرصانة العلمية كانت معروفة لذلك لم يكن غريباً أنها كانت جامعة معروفة قال بعض الناس يقولون في ذلك الوقت بين الكيب والإسكندرية توجد جامعة الخرطوم وذا نعتقد تقويم كبير في ذلك الوقت وهذا العمر ليس فقط في كلية علوم في جامعة الكليات كانت أمثلة كثيرة جداً الذين درسوا في بريطانيا ولفتوا انتباه الذين كانوا يشرفون عليهم ونشرت أخبار عنهم وذلك كانوا يصب في سمعة جامعة الخرطوم مروقية منهم من أسازة العلوم الإنسانية والإجتماعية تعاصرت معهم في الجامعات البريطانية أو كانوا متميزين شأنكم أنتم المتميزين في العلوم الهندسية والعلوم الأساسية مثلاً دعني أخذ كلية الأداب مثالاً كلية الأداب بعض الذين تختارهم الجامعة لعضوية هذه التدريس الذين يكملون ذلك البكالاريوس هنا كانوا ينتدبون لجامعات بريطانية وبعضهم يطلب منهم أن يسجلوا مرة أخرى للبكالاريوس مثال أستاذ الدكتور والبروفيسور عبدالقادر محمود تخرج من قسم التاريخ والآثار وأستاذنا في الآثار درس في جامعة درم وهي قريبة لنا في النيوكاسل وأحرز مستويات في الدراسات البكالاريوس وبعد البكالاريوس لفتت أصدار الإنجليز تحتفظ به الصحف البريطانية وأنا ذكرت ذلك وسن الديلي تيليغراف كتبت عن مستوى هذا الطالب من السوداء وهكذا الأمثلة كثيرة فهؤلاء الناس الذين تعصدوا جامعة الخرطوم كانت لهم رصانة ومتانة أكاديمية عالية وأنا أعز ذلك لأن الجامعة لم تكن بمعزل أن هذه الجامعات البريطانية تذكر على أنه كان في ذلك الوقت دور كبير للممتحن الخارجي وغلبية الأمثلة الخارجيين كانوا يأتون من هذه الجامعات وإذا مستوى الجامعة كان مغروف ومراقب وكان في تطوير مستمر لهذه العملية الأكاديمية برسا عبد الملك تفضلت بالإشارة إلى الاهتمام بالأساذة ذكرت على وجه الحصوص الأستاذ حمد أحمد حسن خليل حمدته وكيف هو ودعك في المطار وكيف يستعد لربطة العمق أو يعلق عليها وكان ده نوع من الاهتمام يعني سكيتير الأكاديمي بإدارة الوظيفية العالية يعني يقدم أحد طلبته إلى الطائرة وثم ذهبت إلى بريطانيا والأساذ البريطاني دير يساعدك في حد المسألة أثار معاك أشياء أخرى ساعدتك أنك مرة أخرى تحل المسألة ثم رئيس القسم في كلية العلوم في قسم الفيزياء أخطرك أنه ما حدد عيه مباشرة إلا بعد اجتياز فترها التجربة هذا الاهتمام أليس فيه نوع من الاعتراف والتقوية على الشخص وتحفيزه مزيد من الدافعية والتحفيز ليكون أستاذ ويكون قدوة أكيد يعني هذا مطلوب وهذا الاهتمام لم يكن أيضا فقط في السودان يعني أذكر على أنه الإدارة الأكاديمية في جامعة الخرطوم على مستوى السكرتير الأكاديمي كانوا يطوفون كثيرا بالمراكز الأجنبية التي وجدت فيها طلاب السودانين وقابلوهم ويحاولوا يتعرفوا على مشاكلهم وحلها وكان له أثر كبير أيضا السفارات في ذلك الوقت الملحقين الثقافيين كانوا يؤدون دورنا خاصة كان في إبراهيمون كبيرا نعم كانوا على اتصال وثيغ بالطلاب لدريت على أنهم يحرصون مثلا هو شيء صغير لكن له مغزة يحرصون أن يرسلوا مثلا خطابات للجامعات التي يدرسوا فيها الطلاب ينبهوا فيها هذه الجامعة أو تلك إلى أنه اليوم الفلاني سيصادف مثلا عيد الفطر أو عيد الأطحى ونرجو منكم أن تسمحوا للطلاب أن يتغيبوا فيها شيء جميل يعني هذه العناية والاهتمام تترك أثنت طيبا في نفس الطالب وتشجعوا على أن ينتهي بأسرع ما يمكن حتى أنه يعود إلى جامعة خرطم نعم ربيسي عبد الملك عبد الرحمن تغلت وظائف دارية مرموغة في جامعة خرطم عملت أمينا لمكتبة الجامعة ثم عميدا لكلية العلوم سما نائبا لمدير الجامعة فمديرا للجامعة وربما هذه الفرص لم تتاح لقيرك وأكيد تراكمت لديك الخبرات الإدارية والأكاديمية كيف تنظر إلى مستقبل الجامعة من الناحية الهيكلية بعد 60 سنة من إنشائها أو من الأداء الجامعي وهي جامعة نعم هي فعلا أنا كنت محظوظ أن أتيحت لي كل هذه الوظائف يمكن لم تتاح لكثيرين غيري إلا في كلية العلوم يمكن أن أتيحت لي فروفيسور مصطفى حسن إسحاق نعم رحمه الله حتى عندما عينت مديرا تحدث في مجلس الأساسدة عني فكان ردي أنه كنت أتمنى لو كان بالإمكان أن أكون أنا شغلت منصب رئيس قسم الكيميا حتى تكتمل الدور وأكون مثل الفروفيسور مصطفى والناس طبعا ضحكوا ديها كانت حكاية مفيدة جعلت نزيل ما بيقوله الإنجليز بالنسبة لمشاكل الجامعة وده شيء مهم وكانت فرصة أن ألتقي كثيرا بالأساتذة حتى بالمسأة في منصب نائب مدير تلتقي كثيرا بالأساتذة لنائب المدير تقليديا أيضا مكرلهه مهام كثيرة جدا على مستوى اللجان التي تعمل مباشرة مع الأساتذة ومن أجل قضايا الأساتذة نعم فهذه كانت مفيدة مفيدة جدا يعني دائما كنت بشعر بأنني قريب جدا من الأساتذة وأعتقد أن عدد كبير منهم كان أيضا بشعر بأنهم قريبين مني إلى اليوم فهذه هي حكاية مهمة طبعا في الإعداد الإداري للشخص رسل عبد الملك فكرة الجامعة فكرة قديمة يمكن تكون عرفتها حضارات مختلفة في الشرق وفي القرب وحتى أنه في الهند كان يترجى الأساتذ مع طلبته إلى الغابة للتأمل فكيف تنظر إلى فكرة الجامعة في إطار التراث الأكاديمي العربي والتراث الإسلامي بالمقارنة خاصة وقد ارتبطت الجامعة بالكنيسة في القرب كما ارتبطت الجامعة بالمسجد في المشرق الإسلامي وهل كان وما زال الدين يشكل مصدر قوة مؤسرة في الجامعة مثل ما كانت المسيحية والإسلام هو صحيح مثلا في أوروبا ارتبط الجامعة بالتاريخ والخلفية الدينية لكن كان واضح منذ البداية سواء في أوروبا أو في أي مكان آخر على أن الجامعة هي جامعة تجمع بين كل الناس وأن كل الجامعات أهداف أنها هي أبواب مفتوحة لكل الناس بدون أي تمييز دعني أأخذ مثال الجامعات البريطانية الجامعات البريطانية إذا شغرت وظيفة وإرادة تعين شخصا في قسم من الأكساب تخرج إعلانا أي شخص في الدنيا يمكن أن يقدم لتلك الوظيفة سواء كان من السودان من الهند وإذا كان مستوه أفضل من المقدمين الإنجليز سواء تلك الوظيفة هذا مفهوم عالمي وهو في الواقع نحن أولى به الحضارة الإسلامية العربية هي حضارة إنسانية هذه النظر الإنسانية الشاملة طبعا أي جامعة في أي مكان أكيد يقينا أنها ستهتم أيضا بثقافات وحضارات ذلك الموقع ولكن في كثير من تعامل أهي أجامعة في بريطانيا الطلاب مثلا الأجانب كانوا يقبلون بالنسبة للرسومة الدراسية بنفس الشروط قبول الطلاب البريطانيين واحدة من حكومات العمال شعرت بأنه في طلاب كثيرين بيعطونا من دول غنية مثلا من ولاية الأمريكية المتحدة يدرسون الطيب ويدرسون تخصصات غير متاحة بصورة واسعة في دولين ويدفعون الرسوم زهيدة فالحكومة العمالية غيرت هذا الأمر ورأت أن الطلاب الأجانب يدفعون رسوم أعلى ولكنها أيضا أقرت بأن الطلاب الذين يأتون من دول فقيرة نسبيا سيساعدون مدير الجامعة أذكر في الوربول جمعنا كلنا طلاب الأجانب وقال أنه أنا لا أقبل هذا لا يقبل لا أقبل هذا الرأي هذا ينافي فكرة الجامعة ولذلك أنا قدمت استقالتي وفعلا استقال فدع المفهوم السائد في هذه الجامعات هي جامعات عالمية لكل الناس بروفيسور عبد الملك أشرت السؤال السابق إلى فكرة الجامعة وهذا يرجعنا إلى بروفيسور النزير دفع الله رحمة الله عليه وهو بمساعدة البروفيسور عثمان سيد أحمد رحمة الله عليه في قسم التاريخ هو الذي صمم شعار الجامعة وبروفيسور مصطفى بروفيسور عثمان ساعده في اختيار الكلمات الله والحقيقة والوطن وتصميم الشعار بتفاصيل المختلفة وأشار فيما أشار إليه الكتاب على اللوح باللغة الهرغلوفية وهي عبارة عن لوح أهداها أحد أفراد الشعب للإله أزيس لتعني تعاقب الأجيال وهي فكرة الجامعة فهل أفضت قليلا في شعار الجامعة وفي محتواه وفي إلى أي مدى بيحكس رسالة الجامعة هو شعار الجامعة والله الوطن الحقيقة الإنسانية والإنسانية نعم الإنسانية جامعة نعم يعني مكتبة جاوة في الخرطوم نواة هذه المكتبة كانت مكتبة خاصة لسير دوغلوس نيوبولت كان حاكم اللوكوردوفان ومن بعد أصبح أعتقد سكرتيرا مدني أو إداري لا أعلم ولا أتكال في الخرطوم في محاضر المحاضرات كان يتكلم عن الثقافة كالشر ومن هو المثقف وذكر على أنه المحاضر دي كانت في العفوة للمباطعة كان في ذلك الوقت كان هناك ما يسمى بمركز الخرطوم الثقافي سودان كالشيرل سنتر في نفس المكان الذي الآن فيه وزارة الخارجية وكان يلتقي السودانيون والأجاني وبريطانيين وغيرهم مرة في الشهر لاستماع لمحاضرة عامة نعم بالمناسبة هذه المحاضرات جمعت في كتاب اسمه خرطوم بيرسبيكتيفز وطبع في مركز عبدالكريم مرغني وكتاب جميل جدا يحتوي على هذه المحاضرات كانت بين عامي 1940 و1950 السير دوغلس نيوبولد الذي كان محبوبا لدى السودانيين ومحبا لسودانيين أعطى المحاضرة الافتتاحية وكانت عن الثقافة كالشر وعرف المثقف فقال أنا لا أعتقد على أن الشخص الذي يفتقر إلى الإنسانية يمكن أن يسمى مثقفا لذلك كان يعني موفقة جابعة الخرطوم أن الغرفة الإنسانية لن يرسال أساسية للجامعة والجامعة معنية بإعداد المثقف إذا كانت معنية بإعداد المثقف فهي معنية بإعداد المثقف الذي يعتني ويهتم بالإنسانية فروفيسور عبد الملك ممكن اهتمام الإدارة البريطانية بالثقافة في السودان والمثقفين ممكن تكون كانت باكرة منذ تأسيس مجلة السودان نوساريكوس أو مجلة السودان في رسائل ومدونات وكان الحاكم العام أفتكر هو كان راعي للمجلة زي ما تفضلت سير دوغنس نيوبولد أهدا ومكتبته اللي تكون نواهل مكتبة جامعة الخرطوم كذلك برضو سير مايكل وكانوا بيفتبوا في هذه المجلة كثير من البريطانيين الذين شغلوا الإدارة البريطانية جاءوا من جامعة كيمبريس وجاءوا من جامعة أكسفورد وكانوا متميزين خاصة في العلوم الإنسانية فممكن كان التفكير كان مبكر وممكن ذكرتني بالمحاضرة المفتاحية الإدارة البريطانية كانت تتخير أفضل أعضاء لأن يشغلوا المناصب في السودان في السودان والهيند بالزرع السودان political service كانت مشهورة بأن يأتي إليها علية القوم الذين يتخرجون في جامعة أكسفورد أو جامعة كيمبريس وكان يؤكد عليهم أنه من المهم جدا أن يتعلموا اللغة العربية وأن يعرفوا العادات المحلي وأن يعرفوا القوانين المحلية المحاكمة الشعبية ويجلسوا في منصات القضاء مع قضاة الإدارة الأهلية وكل شخص لا يستوفي هذه الشروط كان يعاد إلى بريطانيا هذا أمر كان مهم جدا أنا أذكر أنه كان في كتاب اسمه Shadows on the Sand رلال على الرمال لأحد الإداريين البريطانيين الذي عامل في كسلة وفي كردفان كان العمل ميداني بالنسبة لهم يخرجون كثيراً مثلاً في اللبيض يخرجون للتفتيش يذهبون إلى النهود وإلى المناطق المجاورة وأذكر في هذا الكتاب يعني المهلف يقول على أنه كل ما حان وقت صلاة المغرب كان مفتش الإنجليزي هو أول من ينبه إلى أنه الصلاة صلاة جامعة يعني هم كانوا بعدون بصورة معينة لذلك كانوا قريبين من قلوب الناس الناس كانوا بحبهم وذي شيء مهم هكذا كانت الإدارة الإنجليزية وتشربة بهذه الأخلاق وهذا النمط من المعاملات أعضاء الإدارة الأهلية ولم أجد صعوبة في ذلك لأننا خلفيتنا الخلفية الإسلامية والسودانية والثقافتنا أيضاً قريبة من هذا المنح واحترام الآخرين وتقديرهم فرسل عبد الملك نعود مرة أخرى إلى مسألة الجامعة وكثيراً ما تستخدم مصطلحات كثيرة متداولة في الجامعات مثل الدرجات العلمية والمراتب الأكاديمية والسنة مجلس الأسازة وحفرة تخريج وإلى آخرين من المصطلحات ما هي الدلالة المعرفية لهذه المصطلحات أنا كما ذكرت لك يعني مفهومة للجامعة هو مش مجرد تدريس هو مجرد إعداد كامل لشخصية الطالب لأن يكون مواطناً نافعاً مواطناً نافعاً من مستوى العالمي ليس فقط على مستوى القومي وهذا يعني أن الموضوع لا يتعلق فقط بقاعة الدرس وهو أيضاً يعني أن للجامعات تقاليد يجب أن يلتزم بها الناس ويجب أن يتبعها ويحترمها اعتفالات التخريج يعني هذه من التقاليد الجامعية الراسخة وهنا في سلال لها مغزى كبير بالنسبة لأهل الطالب أنت لاحظت يعني كيف يأتي أهل الطلاب ويكونوا مسرورين غاية السرور في هذه المناسبات وأبنائهم يتوجون بهذه الدريات العلمية ومن جامعة الخرطوم يمكن في بعض السنوات أو عند بعض الإدارات في الجامعة كان هناك حرص على أنه يواكي باحتفال التخريج أيضاً احتفالات ومعارض وكل هذه الأشياء حتى يكون الأسبوع أسبوعاً مفتوحاً يأتي فيه أعضاء المجتمع ويطلعون على ما تفعله الجامعة وهذا أيضاً موروث بريطاني ومطبخ في الأماكن الأخرى الجامعة معنية بأشياء كثيرة جداً في إعداد الطالب ليس فقط إعطاء الدروس الجامعة هي مصنع لإعداد الطالب 24 ساعة أفرض أن الحاجة الآيدي للمثالي أنه لـ 24 ساعة هو طالب الجامعة نائم وصحي إنه طبعاً واضح في الجامعات الكبيرة أوكسفورد وكيمبرج إذا أريدتها مثلاً تلتحق بكيمبرج يجب أولاً أن تقدم للداخلية حتى تقبل ثم بعد ذلك تقدم للقسم المالي روحة عبد الملك الآن التعليم العالي في العصر اليوم ممكن أخذ ينحو نحو الصناعة أو يصبح الصناعة هذه ظاهرة عالمية في التحول نحو الخصخصة لمؤسسات التعليم العالي وتراجع إشهام الدولة في التمويل وارتباط الجامعات في العالم المتطور بالصناعة وممكن حققت كل منهما منافع متبادلة بالنسبة للشركات العملاقة وتحققت الفائدة المتبادلة بين الجامعة وبين الصناعة هل من سبيل لهذا في السودان؟ نعم هذا ممكن وهذا مطلوب فيلم هذا المتطورة حيث البنيات الأساسية للمؤسسات الصناعية قوية هم يساهمون بشكل كبير في تنمية التعليم العالي وبالمناسبة على مستوى المدارس في الماضي كانت المدارس الأهلية أيضاً مهمة في السودان وتلك لم تكن مدارس أهلية مرتبطة بشخص بعينه وإنما بمجموعة من أفراد الحادبين على التعليم فكانت تقدم عملاً كبيراً ربما مدارس الأحفاد تمثل امتداداً لذلك والجامعة الأهلية فهم درمان تمثل امتداداً هذا كله مطلوب القطاع الخاص في السودان على مستوى الصناعة أو غير الصناعة يجب أن يكون له دور كبير في تنمية القدرات الأكاديمية للطلاب القدرات الأكاديمية والتربوية يعني عندما يضر الصناعة تتراجع الصناعة سوى كانت كل نوع الصناعة فهذا يؤثر سلباً على عداد الأكاديمي للمواطنين في ذلك الدولة مستمعي للأفاضل كنتم مع البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن مدير جامعة خرطوم الأسبق ولو الشكر والتقدير على تشريفه لنا في هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة أخرى معه نستكمل منقطع من حديث وأفكار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى